إن قلت وما مقدار السفر أو المسافة التي يجوز لي أن أترخص برخصة الفطر فيها الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن كل حكم ثبت في الشرع ولم يرد فيه تحديده فإننا نحذّه باللغة فإن لم نجد تحديده في اللغة فإننا نحذّه بالعرف والسفر الذي علّق الشارع عليه جواز الفطر ليس له حد في الكتاب ولا في السنة ولم نجد في معاجم اللغة وقواميسها تحديد السفر تحديد تلك المسافة فنرجع إلى تحديدها في أصح القولين بماذا؟ بالعرف وبناءً على ذلك فما عدّه أهل عرف بلدك سفرًا فهو السفر الذي يجيز لك أن تترخص بالفطر فيه وما لا فلا واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى وارتضاه لإمام العلامة لإمام بن القيم وهو القول الذي تؤيده القواعد لأن المتقرر عند العلماء أن العادة محكمة فإن قلت وإن اختلف عرف أهل بلدك في تلك المسافة فالعبرة بالأغلب لأن المتقرر عند العلماء أن العبرة بالكثير الشائع لا بالقليل النادر فإذا كان أغلب العرف أنها ليست بسفر فلا تعتبرها سفراً وإذا كان أغلب العرف يعتبرها سفراً فاعتبرها سفراً فإن قلت وإن استوى العرف فنقول إن تصورنا ذلك كأصوليين وإلا فلا أظنه يتصور لكن إن تصورنا استواء العرف بين كونها سفراً أو ليست بسفر فإن الرخصة فإن سبب الرخصة صار مشكوء كم فيه سبب الرخصة صار مشكوكاً فيه والمتقرر عند العلماء أن الشك أن اليقين لا يزول بالشك فمتى ما حصل لك الشك في سبب الرخصة فإنك ترجع مباشرة إلى الأصل الذي طولبت به أولاً فأنت مطالب بالأصالة بالصوم أو بالفطر الجواب بالصوم هل الرخصة تتعلق بالصوم ولا تتعلق بالفطر هل لابد من الرخصة حتى تصوم ولا لابد من الرخصة حتى تفطر إذن الرخصة متعلقة بالصوم ولا بالفطر بالفطر فإذن بما أن الرخصة سبب الرخصة مشكوك فيه بما أن سبب الرخصة مشكوك فيه فإذن أثرها أثرها الذي هو ماذا؟ الفطر يبقى مشكوكاً فيه والأصل أننا نطالب بالعزيمة أم بالرخصة؟ بالعزيمة فإذن لا يجوز لك في تلك المسافة التي استوى فيها عرف بلدك أن تفطر فيها لماذا؟ لأن هذا الاستواء يجب الشك ومع الشك ترجع ترجع لليقين لكن أنا قلتها من باب التدريب على من باب التدريب على التخريج وإلا لا أظن أن عرفاً يستوي أهله في هذا ومن الخلاصة هذه المسألة أن المسافة التي تجيز لي أن أترخص بالفطر في رمضان هي المسافة التي قضى عرف بلدي كلاً أو أغلباً بأنها سفى ترجمة نانسي قنقر